السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم عزانة الله بالصف الأول للإعداد يزيكم يا شباب أخبركم إيه كل عام وتم خير عيد سعيدة عليكم إن شاء الله هنكمل مع بعض النهاردة إن شاء الله آخر خمس امتحانات في ملحق كتاب جيم ونبدأ نقول بسم الله الامتحان رقم عشر صفحة مئة وعشرين في عندنا دايلوج يا شباب هنا صفحة مئة وعشرين بتوين منير أن دا عاصم منير بيقول I'm happy to see you عاصم أنا سعيد إن شفتك يا عاصم قال له I'm happy to وأنا كمان فقال له where you going طبعا هنا فعل آخر I-N-G وضع أن هنا عندنا جباب يكون في إيه يكون في فيربي تو بي I'm a way to are وبعدين فعل أنت اللي هو كلمة you يبقى where are you going قال له I'm going to رايح مكان إحنا مش عارفين هو إيه فقال له what are you going to do there هتعمل هناك قال له I'm going to سوف أفعل كذا قال له I don't know you like swimming كنت أش عرف اللي أنت تحب السباحة فقال له yes I like it وقال له go together نذهب معا مع بعض يعني فقال له that's هنا قال له I will wait you at the sport center يبقى هو راح فين يا شباب عشان كده بيقول دايما نقرأ الأول الديالوج كامل أحيانا بيقى في إجابات في آخر سؤال أو في آخر سطر تنفع فيه في الديالك فقال له I'm going to sport center فقال له what are you going to do there هتعمل هناك قال له I'm going to طبعا go swimming هيعوم I don't know you like swimming قال له yes I like it هنا بقى دعوة اللي هو why don't we go together لما لا نذهب معا فقال له that's a good idea فكرك ويس نروح على صفحة 21 في عندنا قطعة عبارة عن إيميل بعتها بنت اسمها باسملة إلى بنت اسمها مروة ما سمعتش أخبارك بقالي شهر أتمنى تكوني بخير كان عندي يوم سيئ جدا في مدرسة مبارح أنا أصحابي كنت منلعب بقرة طيرة في ناء المدرسة وفجأة وقعت في البداية ما حستش بألم جامد يعني بعد كده رجليا بدأت وجعني جدا I couldn't walk ما كنتش قادرة أمشي So my friends helping me around أصدقائي ساعدوني They took me to hostel ودين المستشفى and they stayed with me until my mom and dad arrived وقعدوا معايا الحد ما الأب والأم واصلوا The doctor said الطبيب قال It was broken رجليا قسرت وقعدوا على لج الساق and I need to rest for a month محتاج على هي حقين لمدة شهر We came home last night رجعنا المنزل ليلة الماضية and I feel better now أحس للوقت بالتحسن This accident also made me know how valuable my friends are تلك الحادثة علمتني إي قيمة الأصدقاء I don't know what I would do without them قدتش عارف هامل إي من غيرهم So I want to say I feel very happy to have such good friends like you أنا سعيدة جدا أنت عندي أصدقاء زيكم With love مع كل حب إي بسم الله Why does the girl feel happy لما تلك البنت تشعر بالسعادة أن عشان عندها أصدقاء جايدين Because she has good friends Number two When did that accident happen متى حدثت تلك الحادثة قلنا يستردي يبقى it happened yesterday What do you think The girl wants us to know In her email في رأيك البنت دي كان بتعرفنا إي في الإيميل تعرفنا أن هي عندها أصدقاء كويسين وأن الأصدقاء لهم قيمة حقية وأن كده She wants us to know that her friends are very good يعني هاي استعرفنا أن أصدقاء كويسين جد She won't be able to go to school for a قلنا مان فتوعد أشهر في البيت The underlying pronoun it الضمير it الذي تحته خط يعود إلى مين ويشير إلى مين طبعا للسعق The accident happened at الحادثة حصلت في أي مكان قلنا في فناء المدرس There was to draw the pyramids and I want it كان في مسابقة لرسم الأهرامات وأنك سبته مسابقة يعني competition We mustn't throw rubbish in rivers لا يجب أن نلقي القمامة في الأنهار throw away يلقي 122 Yesterday was a terrible day because I my mobile انبرح كان يوم سيئ جدا لأننا ضيعت مبايلي I lost فقط My teeth were hurting أسناني تؤلمني So I went to the روح تفين Dentist طبيب الأسنان Is a building where tools and machines are used for making or repairing things مبنى حيث تستخدم أدوات معينة أو آلات لإصلاح الأشياء وصناعاتها طبعا اسمها ورشة Workshop People put on windows to protect them from the sun and other things الناس تضع أشياء على الشابيك تحميها من الشمس وأشياء أخرى مع اسمها curtains اللي هي إيه الستائر أما كلمة Koshals اللي هي المساند أو المخدات بتاعت الكنابيان و Scarfus طبعا زي ما عارفين هو الشربواط أو الطرع و كلمة لامز يعني وصابية We went on a picnic and barbecue يعني عملنا نوزها و عملنا حفلة شواء بقى we have أو had طبعا barbecue اسمها have or had barbecue box of paper الكتب تصنع من الورق طبعا كلمة تصنع is made or are made بوكس جامعي بقى are made there any food left in the party yesterday يعني لم يكن هناك أي طعام باقي من حفلة مبارح طبعا food هنا مفردة شباب تخدش كلمة weren't ولا aren't يتبقى 2 wasn't و isn't yesterday في الماضي يبقى there wasn't there were than 160,000 of Egypt's available treasures in the old museum طبعا شابه في كلمة than هنا تاخد معها a more يبقى more than يبقى كان يوجد أكتر من 160 ألف قطعة أثرية أو كنزي يعني قايم في المتحف المصري القديم shall we going rock climbing اللي بعد كلمة shall دائما بيجي مصدر shall we go how much people live in Egypt more than 100 million people طبعا بسألك هذا العدد يبقى how many in year I spent my holiday in Paris spent في الماضي بأن قصدي العام الماضي في last year يعني قضيت أجاستي في باريس students should sleep late on a school day طبعا بيجب أن نناموا متأخرا في اليوم الدراسي طبعا لا shouldn't لا يجب بعد كده في عندنا paragraph a visit to the museum رحلة إلى المتحف تعال نشوف كده بني week ends are very important our life الأجازة مهمة جدا في حياتنا they help us to do new things بيساعدونا نعمل أشياء جدا في حياتنا and enjoy our free time ونا استمتع بوقت فراغنا last week end my friends decide to visit the museum الأجازة اللي فاتت أصحاب يقرروا يزور المتحف we went to the museum by metro رحنا بالمترو we arrived there at 10 o'clock in the morning وصلنا الساعة عشر صباحا we bought the tickets at the gate بشتران التذاكر من عند البوابة the museum is very large المتحف كبير جدا we saw many monuments and statues شفنا أثار وتماثيل there was a friendly guide كان في مرشد سياحي ودود at the museum he told us very interesting information about the ancient objects there قال لنا معلومات شايخة جدا عن المقتناءات الأثرية we met many tourists أبنوا سياح كتير from all over the world من كل أنحاء العالم they are very interested in visiting the museum مهتمين جدا بزيارة المتحف we took many photos with them صورنا كتير معهم we enjoyed our time at the museum واستمتعنا بوقتنا فين في المتحف تعال عندنا نشوف الامتحان رقم اه احنا قلنا 11 صفحة 122 teacher بيكلم علي why were you absent yesterday لي كنت غايب مبارح absent يعني غايب قال له I was very أنا كنت كذا قال له did a doctor وضعت أنه هو كمريض I was very sick أو ill did you see a doctor هل شفت الطبيب وضعت زيارة الطبيب أو الطبيب جالك يعني قال له yes my father took me to طبعا the hospital فقال دين المستشفى فقال له hospital was it serious هو كت حالة خطيرة يعني قال له yes because I ate bloated food كالتعام ملوس فقال له سؤال buy it from قال له from the street بقى where وهنا عندنا في الماضي بقى where did you buy it from قال له from the street oh you shouldn't do this again لا يجب أن تفعل ذلك مرة أخرى قال له of course I agree with you أنا متفق معك أو I will not do that again ينفع كمان تعالنا نشوف عندنا السؤال رقم ثلاثة my name is Amir I'm 12 years old we have a small toy shop in our town عندنا محل لعب صغير في المدينة my father says friend fridays are the biggest day in our toy shop الأب بيقول أن يوم الجمعة ده أكثر يوم مزلحم في المحل so after we have breakfast بعد من نفطر my mom takes me there الأم تأخذ الولد أمير ده إلى المحل ذير دي عادة المحل لتعلى اللعب to help my dad عشان يساعد الأب that's another reason why I like fridays وده سبب تاني يخليني أحب إيه أجازة بجمعة اللي هو يروح المحل لتعلى اللعب يعني let children play with the toys نترك الأولاد يلعبوا بلعب الأطفال when they are in the store وهما داخل المحل store يعني shop my father says I should watch the toys and that I need to make sure nothing breaks أبي بيقول له خلي بالك من اللعب وتأكد إنه فيش لعبة مقصورة many children from my school also come to the shop to look at our new toys أطفال كتير من مدرستي يقول المحل يتفرجوا على اللعبة جديدة it's always noisy here دايما المحل فيه ضوضاء دوشة يعني because there are a lot of babies and small children عشان فيه أطفال صغيرة كتيرة little girls like to go for dolls البنة بتحب تشوف العرايس اللي يلعب الأطفال يعني عروس اللعبة boys go for cars والأولاد بيحبوا يشوفوا السيارات some just want to play with the toys بعض الأولاد بيحبوا بس يلعبوا بلعب داخل المحل some really want to buy them وبعضهم أو بعض الآخر بيحب يشتري it's bit tiring يعني يوم مرهق أو متعب لحد ما for me but I like going to the shop and helping my father بحب أروح المحل وأساعد إيه why does Amir help his father on Fridays ليه أمير بيساعد بواي من جمعة عشان ان جمعة أكتر يوم زحمة قلنا because Fridays are the busiest day in their shop what do the girls like to look at in the shop البنات بتحب تفرج عليه في المحل قلنا دولز they like to look at a dolls what does the underlying there refer to قلنا تعود إلى المحل they refers to the a shops أو to the toy shop أمير helping his father in the toy shop بيساعده ولا لا بيساعده هل بيحب له ولا بيستمتع به بيستمتع به يبقى إن جايز لأنه يقرأ ومعين زيو مانع dislike لا يحب the word store means كلمة store معناها هنا شب أمير is years old عنده كم سنة أمير قال لنا فوق التوالبها يبقى 12 سنة is a hole just under the ground عبارة عم فتحة تحت الأرض طبعا عند الطانير يعني نفأ لأن الكلمة الكهف ده بيقى فوق الأرض في الجبال والهرم يعني pyramid وبرج يعني كبري حسن when serving with his family last week end كل القعبة الرياضية الأخيرة أين يجيب يجب لها عائلة go يبقى go when the gun going وهكذا يبقى الصح when an architect is a person who buildings المهندس من العماري هو الشخص الذي يصمي المباني يصمي يعني designs نروح على صفحة 125 you should yourself from the cold put on your coat يجب أن تحمي نفسك من البرد ارتدي البلط يحمي يعني protect there is in the living room where I can relax في حاجة في غرفة المعيشة بقى استرخي عليها كده واستريح يبقى صفحة يعني كنبة crossing roads is for all people عبر الطرقات شيء خطير بالنسبة لكبار السن يبقى dangerous طبعا poisonous يعني crowded مزدحم وفلات يعني شقة my father sent me which contains a new camera أبي بعتلي طرد يحتوي على كاميرا طرد يعني parcel the weather fine this morning الطقس كان كويس الصبح النهاردة طبعا عايز شيء ينفع R لأن الطقس مفرد يبقى الصح the weather was fine كانت جيد يعني if I feel thirsty لو أنا حسيت بالعطش I always water دايما أشرب مية I تعمل جمع والجملة هنا مدرع بسيط يبقى drink بس we work hard to pass our exams طبعا يجب أن نعمل بجد كي نكتاز الامتحان يبقى we should أو we must سوريا يا شباب we must work hard لو في شود كنا أخذناها برضو تنفع نصيحة أو تنفع إلزام is she go to try rock climbing اكتفقنا never to be بعدي I NG يبقى is she going to try rock climbing هل سوف تورق وتحاول تعمل رضا سما تسلق الصخور which pyramid is tall the great pyramid of Giza or the red pyramid طبعا عندي مقارنة من اثنين وعند مقارنة من اثنين في الصفات بنزود لصفة ER يبقى which pyramid is taller the table are made of hood or غلط لي طيبا مفرد يبقى is made of مصنوعة من we will he will buy a new car will he السؤال المزيل بنشوف الفعل المساعد ونجيب عكسه هو إثباتي يبقى نفي نفي بقى إثبات هنا إثباتي بأنا فيه بقى want بعد كده في a sport you like رياضة بتحبها تعال نشوف كده بن إيه sport is very important in my life الرياضة بهم جدا في حياتي it makes me active and fit تجعلني نشيط وليقة بدنية كويسة I like playing football in my free time بحب ألعب قرة قدم في وقت فراغي I practice it at the weekends in the club بمارسها في الأجازات العطلات الأسبوعية في النادي I play it with my friends بلعب مع أصدقائي I sometimes play football in the school playground أحيانا ألعب قرة قدم في فناء المدرسة My favorite team is Liverpool بريد من فضل Liverpool My favorite player is محمد صلاح واللاعب المفضل محمد صلاح I like him because he scores a lot of goals بحب لأنه بيحرس هدف كثيرة I want to be a famous player like him عاوز أكون لعب مشهور زيه My teachers and parents always encourage me to be a good footballer المدرسين والأمر يعني الأباء بيشجعوا دايما عشان يبقى لعب قرة قدة قدم كويس نروح على الامتحان الثالث هو امتحان الرقم 12 صفحة 22 Teacher بيكلم تامر Why are you too late تامر اللي متأخر كده تامر للسور السير أسف فندم There were two cars on the road cars كلمة عد يبقى too many فقال له You came then طب ازاي جيت قال له I came on foot طبعا كم في الماضي يبقى كيف أتيت How did you come Is this that you came late قال له No sir It's my second time بقول له دي أول مرة الآخر قال له لأ دي المرة الثانية يبقى هناك كلمة First time قال له It's my second time قال له Second time تاني مرة Then you cannot go into class يبقى أنت مشي ينفع تحضر الحصة مع النهاردة فقال له آسف يبقى But we have a test today بس احنا عندنا النهاردة ايه عندنا امتحان طبعا هنا قال له You home earlier Next time يجب أن تغادر المنزل بدري شوية المرة الجاية قال له Sure sir طبعا Thank you يبقى هنا يجب أن تغادر يبقى You should You have to leave You must leave Home earlier Next time ينفع عندنا You should leave You have to leave You must leave Home earlier يعني كأن تغادر المنزل مبكر عشان تلحق مع دي المدرس روح مينة سبعة وعشرين My name is Shreef I love football I'm a great fan of all football teams Shreef بيحب كل القدم هو مشجع لكل الفرق تعتقد القدم يعني I'm also interested in cars وكم مهتم بالسيارات I'm crazy about driving and I also enjoy fixing cars أنا مغرم جدا بقيادة السيارات وبستمتع جدا بإصلاحها When I was 10 و أنا عند عشر سنين I had many toy cars كان عندي لعب سيارات كتيرة I played with them وصلح أي لعبة أصحابي يكسروها I also helped my dad fix his car كانت بساعد أبي يصلح سيارته So I want to become a mechanic عبيت أبقى ميكانيكي And open my own shop وأفتح محل خاص بي My parents are happy with my choice الوالدين كانوا سعادة جدا باختياري They think it's important that I do a job that I like هم عارفين أنه مهم جدا أعمل وظائفة أحبها I have a good job now And they're really enjoy it عندي وصفة كويسة ومستمتبهة جدا I'm planning to get married soon وخطة أتزوغ قريبا Who knows Maybe I will have a car shop in the future يبقى عندي محل لبيع سيارات في مستد Which sport does Shreef like الرياضة بحبها Shreef He likes football What do Shreef's parents think of his choice to be a mechanic يترى كان إي رأي الوالدين في اختيار Shreef يبقى هنقول ليا شباب هم كانوا سعادة باختياره They are happy with his choice كانوا سعادة باختياره وهم ما زالوا سعادة بالاختيار بتاعه What does the underlined pronoun them refer to أنك المذيم دي تعد على العربية اللعبة يبقى them refers to toy cars The best title for this passage is أحسن عنوان لهذه القطعة يبقى Shreef's job choice اختيار وظيفة Shreef Shreef wants to have a in the future عاوز يبقى عنده في المستقبل طبعا car shop Shreef held with his dad his car يبقى بيساعد أبواه في تصليح العربية My father likes traditional music الأب بيحب الموسيقى التقليدية Best أحسن أي حاجة تانية Whenever I go out حينما أخرب My father tells me to home before dark أبي يقول لي ارجع للمنزل قبل الظلام يعني أو قبل المغرب أو قبل الأشاء قبل للم يظلم يعني ما الصحة عندنا return يعود In the future We won't have to learn to because cars will drive themselves في المستقبل لن يجب علينا أن نتعلم القيادة لأن السيارات سوف تقود نفسها يبقى عندنا هنا drive 128 Scientists will try two cures for cancer علماء بيحاولوا يجدوا علاج للسرطان Find a cure Press your finger the soil to make a small hole about two centimeters deep يبقى حط صبعك كده في التربة في هذه الزراعة عشان تعمل حفرة عمقها 2 سنتي يبقى اسمها أنتو The walls of the villa were made of They are very strong حوائط الفيلا مصنع من إي دي حوائط قوية جدا يبقى مصنع من We used to know the meaning of new words نستخدم إي عشان نعرف معاني الكلمات الجديدة dictionary قموس Is your birth day قال له It's in May شهر ماي ويبقى سألتك على المعاد الوقتي يعني اللي هي when My sister made this delicious cake أختي عملت كيكة دي بنفسها ضمار منعكس عايد على كلمة sister There are any kitchens in ancient Egyptian's house Kitchens جمع يا شباب خلي بالك شينفع isn't خالص ولا wasn't It'd be a 2 weren't ولا aren't الجملة في الماضي كلم مع القدماء المصريين يبقى ورد لم يكن هناك أي مطابق عند القدماء المصريين نروح للسؤال الخامس السؤال correct In my opinion The better and the quietest place we visited was سحابه تمبل في رأيي أحسن وأهدى مكان إحنا زرناه هو معبت هابه طبعا الصحة عندنا The best الأفضل You don't like fish Don't you Don't نافية يا شباب في السؤال المزايل ما يجيب عكس الفعل المساعد يبقى Do you It's raining outside إنها تمطر بالخارج We shouldn't use an umbrella لا We should يجب نستغرم شمسي Will there being rockets To travel into space in the future هل سيكون هناك سواريخ تسافر في فضاء المستقبل طبعا أي فعل بعد كلمة Will be يكون مصدر Infinity A be Will there be بعد كده كنا تكلمنا على المتحف المصري اللي هو ده فإحنا نفس الزبط البراكراف اللي خدنا من شوية يا شباب بس عدلنا فين في المقدمة هنا إيجبت هذا ونفس الكلام اللي قلنا من شوية فين في الامتحاني اللي فات بتاع الزيارة للمتحف المصري نروح على صفحة مية تسعة وعشرين ده يلوك بتوين مراوان عند منا مراوان بيقول كنت فين مبارح كنت في اسكندرية مع العائلة أو زهبت إلى الأسكندرية مع العائلة اللي عملها كده او لها ريلي بجد في سؤال زرت هناك رحنا اشتاطق صباحا هو هنا بيسألها ماذا فعلت يبقى الصح عندنا أو ماذا زرت يبقى رحنا الشاطئ صباحا عملت ايه بعد كده المكان اللي مليه الحيوانات يبقى زى زو في حاضرة حيوان في اسكندرية مراوان قالت واو طبعا زيارة رائعة جدا رحنا مكتبة اسكندرية لها سؤال رجعت القاهرة وضحنا هنا بتقول لها امتا رجعت القاهرة يبقى متى عدتم إلى القاهرة رحنا صباحة 130 برح كان يوم الحد كان يوم سيء ساعة سبعة ونص صباحا حضرت الشنطعتي وعبتها مالحق تشتبز المدرسة كنت متأخر وصلت متأخر جدا طلب مني الواجب بتاعي كنت ناسك ورسلت الواجب مستقى جدا رجعت المنزل الساعة ثلاثة أخويا الصغير كان سخن كان عيان يعني قلت الان عليه عندما عدنا المنزل كان خلاص ليلة ليل and I couldn't do my homework ما عرفتش عمل الواجب what a terrible day I had يا له من يوم ايه سيء how did he go to school ازاي راح لمندرسة باليوم ده يبقى by taxi he went by taxi why did he arrive at school very late لوصل للمدرسة متأخر جدا قلنا because he missed the school بس هو الحق شتبز المدرسة how was his brother when he went back home after school كيف كان حل أخو الصغير عندما عاد من المدرسة قلنا كان مريض يبقى he was sick or he was hot I got up at in the morning بصح 7 ونص يبقى half past 7 my teacher was angry because المدرس كان غضب لي because I forgot my notebook نستكت كراصة الواجب I returned home رجع المنزل الساعة 3 بعد الظهر يبقى afternoon my father likes to listen to music he likes all songs حب الأغاني الأديمة بحب traditional music الموسيقى التقليدية we went to that and rode on the big wheel ركبنا العجلة الدورة الكبيرة مهودة فين في الملاهي ملاهي يعني from fair 131 يا شباب we always put that in the pen دائما نضع A في السلة طبعا rubbish when will you pulling طبعا بعد pulling ريضاء خرائي energy يبقى عزين قبلها let go يبقى go pulling my wife used that to make us some cakes الزوجة استخدمت ايه عشان تعمل كيك طبعا oven oven الفرن how is the lake becal in russia دائما البحر دي نقرد كثير عندنا في الأسئلة دائما بيسأل عن عمقها يبقى اسمها deep how deep the children sat on on the floor while watching the film أولاد قاعدوا على حاجة معينة على الأرض أثناء مشاهدة الفيلم مش يقعدوا على المعالي ولا على ستائر ولا على التمسيل على كوشنز إلى المساند what did you for lunch today did بعدها مصدر يبقى ماذا أكلت على الغدى النهاردة عندما كنت في السكندرية I up early every day طبعا got up early في الماضي حتى نقول لكلها ماضي who is علي or his sister خلي بالك مقارنة بالتنين والصفة اسمها طول طويل صفة قصيرة من زود داي آه يبقى who is taller علي or his sister that bag is heavy is it السؤال المزيل حسب فعل المساعد إثبات أنا في نفي بأثبات هنا إثبات العبارة نفي بأثبات we enjoyed themselves when we went sailing الضمار المناكسة تعود على فاعل الجملة مين هنا فاعل الجملة we يبقى الضمار بتاحها المعاكس ourselves استمتعنا بنفسنا جد these are the girls when attended the party last week girls هنا عاقل يبقى الضمار بتاحها اسمه إيه هو اللذي أو التي للعقل you must eat too many sweets it's bad for you طبعا ممنوع تكون حالي كتيرة لأنه مسائق جدا لها الصحة يبقى you mustn't بعد كده a story you read قصة لقتها هنتكلم على القصة روبانسنكروز لدرسناها reading is very important our life القراءة مهم جدا في حياتنا it gives me new ideas تجدني أفكار جديدة and widens my mind توسع مداركي ووفك وتفكيري I like reading English stories in my free time أحب قراءة القصة الإنجليزية في وقت فراغي my favorite story is called rubens and crows قصة مفضلة أسمعها rubens and crows it's an adventure English story قصة الإنجليزية مغامرات it was written by the great writer Daniel Difo الكتب بتاح الكتب الإنجليزي المعروف Daniel Difo it's about a brave sailor who lived alone for a long time on an island قصة بتحكي عن بحر شغاع عاش وقت كبير جدا لوحده على الجزيرة his ship sank سوف أنتو تغبئ because of a bad storm بسبعة صفة سيئة he had many adventures on the island عمل مغامرات كتير على الجزيرة he made good and bad people there وقابل ناس كويسية ناس أشار he could go back home after a long time عارف يرجع تاني وطنه بعد وقت طويل the characters الشخصيات of the story تحت القصة very interesting شيقة the events the events of the story is very exciting I really like this story روح على الامتحان بعد كده امتحان 14 وده آخر الامتحان النهاردة شباب في dial between Samira and Russia Samira where are you going Russia أين تذهب يا رشا I'm going to the bookshop to buy a new book راح أشتري كتاب محل القتب تقول لها سؤال تلها because يبقى why are you going to buy a book تلها because reading is my favorite hobby هواية مفضلة تلها reading is useful هل تعتقد القراءة مفيدة تلها yes I think so يبقى do you think it's very useful what do you think I should read في رأيك إلا أنا ممكن أرى لا in my opinion في رأيي you should read adventurous stories قصة مغامرات I think the old man and the sea is a good story أعتقد أن قصة الرجل والعجوز والبحر درسناها برضو قصة قويسة do you هل تعتقد ذلك فقال له عندنا I agree with you أنا متفق معك تماما it's also very interesting دي قصة كمان شيقة 133 really we have a lot of great projects and achievements in Egypt حقا لدينا كثير من المشروعات العظيمة والإنجازات في مصر so لذلك we should be proud of our great country يجب أن نفخر بدورتنا العظيمة one of the newest and greatest achievements is the tachya msr bridge kubri tachyavans it's the world's white suspension bridge that أوسع kubri معلق في العالم more than 4,000 people helped to build it اشتراك في بناءه ربع أربعة آلاف شخص they started building it in 2014 بدأوا بناءه 2014 it opened in cairo in may 2019 أخذ كم سنة خمس سنين it's 67.36 meter wide دا عرضه it's 540 meter long دا طوله it crosses the Niles وراء island بعبر على جزيرة اسمها جزيرة الوراء many people enjoy walking across the glass floor of the bridge كثير بيستنتوع جدا بالمشه على الأرضية الزجاجية تحت الكبري it's a great project مشروع عظيم why should we be proud of Egypt ليه يجب أن نفخر بمصر قلنا because we have great achievements عمني الإنجازات عظيمة جدا في البلد هنا achievements نصائز يا شباب how wide is the tahya monster bridge كم عرضه قلنا الرقم دا it's 67.36 meter wide what is the name of the island mentioned in the passage ما اسم الجزيرة التي ذكرت في القطع الوراء island how long did the bridge take to build كم سنة ستارغ بناء how many people worked on building the bridge كم شخص اشترك من 4,000 4000 the floor of the bridge is made of أرضية الكبرى مصنعة منين والنجلس زجاج he went out the sea out of the sea and himself with a towel يبقى خرج بالبحر ونشف نفسه بفوطة يجفي يعني right some illnesses will completely in the future كثير أو بعض الأمراض سوف تختفي تماما في المستقبل يختفي يعني بسبير we should all things to save our environment يجب أن نعيد أشياء القديمة حتى نحافظ على البيئة هيبقى recycle يعيد تدوير صفحة 114 أشباب ودي آخر صفحة النهاردة in the next 30 years there will be a lot of in our lives عم بيتكلم خلال 30 سنة هيبقى في تغييرات كثيرة جدا في حياتنا تغييرات يعني changes the piano is a musical instrument آلة موسيقية number six here was to go to Hollywood and become a movie star حلما كانت تروح Hollywood وتبقى نجمة نجمة أفلام يعني بس صح dream حلم which team does well lead سليمان بلي فور أي طريق بيلعب معاه سليمان بس ما بلي فور ولو شغل في شركة يبقى work for there was water on the floor طبعا كلمة water كلمة لا تعد كمين نفعش معها ولا آ ولا آن والجملة دي مش نفي نفعش إني يبقى الصح ولا كلمة تنفع يبقى there was water on the floor كان فيه مية على الأرض who is you or your sister مقارنة بين اثنين يبقى الصح عندنا أولر سفقة آخرها my parents will buy a new car الولدين هنشترون نفسهم سيارة جديدة طبعا الولدين دول جامعة اللي هم عندنا they يبقى themselves if I feel tired I always go to sleep اللي بعد if تلقى المقاملة مضارع يبقى مضارع برضو يبقى if I feel tired in the future we will have cities under the sea اللي بعد will مصدر ومصدر كلمة هاز يبقى have في مستقبل يكون عندنا موضم تحت البحر what are your plans for tomorrow ما هي خطتك لغدا فقال له well I going climb the mountain over there طبعا المستقبل لما كن بخطتل واستخدم قعد اسمها am is and are we going to مصدر يبقى I am going to we must being quiet in the class اللي بعد must بيجي مصدر يبقى must be يجب أن نكون هادئين في الفصل بعد كده a fantastic day you had يوم رائعين تقضيته تعالى لشوكها ابن ايه last Friday was my birthday كما على الفات كانت ميلادي my family surprised me العيلة فاجئتني and they prepared for a birthday party وحضروا حفلة عيد ميلادي my sister decorated the house بنت واخته يعني زينة المنزل with nice colors بألوان لطيفة my mom made delicious cakes and drinks لأم صنعت كيكة ومشربات my dad bought me a new mobile أب بجاب له موبايل جديد my brother invited all my friends أخويا عزم كل أصحابنا to the party على الحفلة they gave me nice presents بدون هدايا كويسة we played funny games لعبنا ألعاب كده مضحقة we took many nice photos صورنا كتير they liked the cakes and drinks very much حبوا الكيكة اللي مو عاملها ومشروبات after the party بعد الحفلة my friends invited me to the cinema أصحابي عزمونا على السينما we watched a funny film شوفنا فيلم comedy and love the love تحكنا كتير it was a great day that I will never forget كان يوم عظيم لن أنساه أبدا كده يا شباب الحمد لله خلصنا من الامتحان العاشر لحد الاربعتاشر كده خلصنا ملحق كتاب جم كامل إن شاء الله الفيديو اللي جاي هيبقى كتاب المعاصر ثم المراجعة النهائية وليلة الامتحان إن شاء الله يارب يكون الفيديو مفيد ليكم من التوفير الجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة